بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة برسولهم ليأخذون وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حق الكلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين سابوا فاغفر للذين سابوا والسبعوا سبيلك والسبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عزن التي وعدتهم ومن صنح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنسى العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن سق السيئات يومئذ فقد رحمتك وذلك هو الفوض العظيم إن الذين كفروا ينادون لمطس الله أكبر من مطسكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك لأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا ما يريب فادعوا الله مخلصين لعسين فادعوا الله مخلصين لعسين ولو كرنا الكافرون وفي عزر جاسد العرش ينقر روح من أمره ينقر روح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده لينذر يوم السلام يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله لا يخفى على الله من رمشي لمن الملك يوم لله لمن الملك يوم لله واحد القهار اليوم تجزى كل نب بما كسبك لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سرع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيب ولا شبيع يطاع يعلم خائنة الآيون وما تخفي الصدور هو الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السمع البطير ولم يثيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة كانوا هم أشد منهم قوتا وأثارا في الأرض وأثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله ذي واق ذلك بأنهم كانت تأسيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقوب قال قد رسلنا موسى بآياتنا وسوطان مبين إلى فرعون ومامان وطارون فقالوا ساحرا كذاب فلما جاءوا بالحق من عيادنا قالوا اقتلوا أبنا الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كايد الكافرين إلا في ضليل وقال فرعون ذرني أقتل موسى وليد ربك إني أخاف أن يبثل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عز بربي وربكم إني عز بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانا يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فعليه كذبا وإن يكوا خادصا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف ومكذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من دأس الله إن جاءنا فمن ينصرنا من دأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أزديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاد مثل دعب قوم نوحي وعاد وثمود والذين من بعدهم ومالله يريد ظلما للعباد يا قوم إني أخاف عليكم يا قوم إني أخاف عليكم يوم الثناد يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من وعنم العاصم ومن يضلل الله ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوزه من قبل بالبينات فما زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله ومن بعده رسولا كذلك يضل الله بل ومثرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند آه وعند الذين آمنوا كذلك يضل الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله نوسى فأطلع إلى إله نوسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سعوب أبنه وقصد على السبيل وما أكيد فرعون إلا في سباب وطعن الذي آمن يا قوم السبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الزنية بتاع يا قوم إنما هذه الحياة الزنية بتاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون فيها بغي حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكبر بالله واشيق به ما ليس لي به علم وانا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما رزنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أبري إلى الله إن الله بطير بالعباد فوطان الله سيئات ما بكروا وحاق بآل فرعون ثوب العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يسحون في النار فيقول الضغفاء للذين استكبروا فيقول الضغفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا للغزرة جهنم ودعوا ربكم يخفف أنتم مغنون عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا الذين عاملوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين بعد رجوان ولهم اللعنة ولهم سور الزار ولقد آسينا موسى المدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في خدورهم إن في خدورهم إلا سبرهم ما هم بباله فاستعد بالله فاستعد بالله إنه هو السميع البطير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبطير وما يستوي الأعمى والبطير والذين آمنوا من الصالحات ون المسيق قليلا ما ستذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وطال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم اللهم الذي جعل لكم الليل لتذكروا فيه والنهار مبطرا إن الله لذو طفل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات لا يجهدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناءا وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعون فدعوه مخلطين له الدين الحمد لله رب العالمين قل أني نحيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي قلقكم من سراب ثم من نطفا ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجنى متاما ولعلكم تعقنون هو الذي يحيي ويمين فإذا قد فإذا قضى أمرا فإنما يقول لأكم فإذا قضى أمرا فإنما يقول لأكم فيكون ألم تر إلى الذين يجاهلون في آيات الله أما يخرطون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والثلاث يصحبون في الحبيب ثم في النار في الحبيب ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ظلوا عنها قالوا ظلوا عنها بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ودخلوا أبواب جهنم قالدين فيها قالدين فيها فمئسمت والمتكبرين فاطفذ إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصني عليك ومنهم من لم نقصف عليك وما كان لرسول أن يحشي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقسره ذلك المباطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في قدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات لا تذكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا بي يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا بمجركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ثنة الله التي قد خلت في عباده ثنة الله التي قد خلت في عباده وقسرهنالك الكافرون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا